دون نسأل أنفسنا يا سمير كيف من الممكن أن نحن نطور مهارات الطفل ونكتشف قدراته وذكاءه واستيعابة لهذا الطفل أكيد هناك العديد من المهارات مروة اللي نحن لابد أن نفهمها من أحصائيين ومدربين وأساتذة وأطباء متخصصين في هذا المجال لذلك ضيفتنا اليوم الأستاذة نرحب فيج زينب آغا في برنامج صباح الخير يا وطن باحثة في تربية وحقول تربية الخاصة للطفل يا مرحبا فيج صباح الخير والنور والسرور عليكم جميعا وشكرا كثير لاستضافة نواتين كل عام وأنت بخير وأنتوا بألف خير طبعا إذا نحن تكلمنا اليوم عن الطفل فهناك العديد من الأسئلة ولكن نحن نتكلم اليوم عن التربية الخاصة للطفل وكيف نحن ممكن أن نكتشف الطفل والطفل طبعا نقدر نعرف أنه ذكي في المرحلة العمرية المبكرة من السنتين تقريبا أو إلى مرحلة عمرية متقدمة من العمر لكن كيف نحن رح نعرف أن هذا الطفل عنده مستويات من الذكاء متعددة أول شي خليني يعرف لك شو هو الذكاء الذكاء هو قدرة الطفل على التفكير التحليل كمانا كيف بيقدر يستنتج يستنبط بيقدر يتخيل ويوصل لنتيجة ينمي فيها قدراته الذهنية والفكرية وهيك حضرتك سألتني عن الذكاءات المتعددة أول شي بحب أقول لك أنه اللي اكتشف هذه المظلة للذكاءات المتعددة هو اسمه هاورد غاردنر وقال أنه كتير حبيت قصة أنه كيف خلينا الذكرة الاجتماعية غير لنا إياها والتفكير السلبي النمطي اللي كان عنا بمجتمعنا حولوا خليه تفكير سلبي إيجابي وقال أنه ما تركزوا بس أنه الذكاء هو مرتبط بس للنخبة وقال أنه فيه ذكاءات متعددة حعددها هلأ وحاذكر بطريقة مختصرة شو بتعني وليش مطلوب ننظر لكل طفل على أنه هو طفل مميز أول شي حكي عن الذكاء اللفظي واللغوي يلي الشخص أو الطفل اللي بيكون عنده سرعة بيقدر يحفظ بسرعة بيقدر عنده تعدد باللغات أنه بيقدر يعرف كيف يحكي بطريقة سريعة لغات متعددة الثاني شي هو الذكاء المنطقي الناس اللي بتكون مش بس حافظة حفظ ومش فاهمة المضمون وبيكون عنده الذكاء الأرقاء يعني بالأرقام هون الأنب اللي بيت فيها مثلا إذا عبت أنينة ماي فيها تقول أنه آه ليك يا ماما هيدا نصها مثلينة ونصها لا بيصير ضغر الولد بيربطها براسه بقصة بالذكاء يعني بيصير بيفكر بطريقة منطئية تالت عن الذكاء الحركة الناس اللي عندها قوة مثل الرياضيين مثل ميسي وغيرهم اللي بيكون حقيقة عنده نشاط وقوة بقدرة التحمل رابعا حأذكرك يوم بطريقة سريعة مثل اللي بيكون عنده الذكاء المسيئة وكمان الذكاء البصري يلي بيقدر نحن بالعامة منقول كأنه راسه خريطة فبيقدر مثل جوجل مابس موجودة براسه بيقدر يتنقل بالأماكن مثل الطيار البايلوت يلي بيكون عنده هيدا المهارات اللي بيعرف بالاتجاهات بيعرف بالأماكن والمناطق وفيه كتير كمان ذكاءات أخرى بتحبي كفة؟ أكيد بس أنا حابة أسألش أستاذة زينة بسؤال ذكرتي التفكير النماطي ولكن هناك عند الوالدين تفكير نماطي عن الأطفال بإنه لازم يكون شاطر لازم يكون الطفل ذكي ولكن تتفاوت نسب الذكاء والاستيعاب أيضا من طفل إلى آخر كيف من ممكن أن نحن ننمي هذه المهارات بقدرة وبطريقة خلينا نقول ما تأذي الطفل لأنه ممكن تأثر سلبا عليه في بعض الأحيان كتير حلو هذا السؤال لشغلي لأنه بمجتمعنا السائد أنه الأم أو الأب كمربيين بيقولوا لأولادهم بدي ييكم تاخدوا علامات عشرة من عشرة وبدي ييكم تتفوقوا بالدراسة وأكاديميا وهالقصص بس المظبوط أنه نطلع على الفرقات الفردية عند الطالب نطلع هيدا شخصية الطالب شو هي نقاط الأول اللي عنده ونركز عليها ونستخدمها كنقطة بداية لنقدر نوصل لأقصى شيء ممكن هيدا الطالب يعطينا يا من من قدرات لحتى نفيد فيها المجتمع وبنيته يعني والناس اللي حواليه هوني بقول أنه الأهل ما يعني ينظروا للولد أنه هو مش ذكي مش لح يفهم علي أنا بأي طريقة بدي أحكي صح مطلوب الأهل ينزلوا لمستوى الولد بالتعامل معه بالحكي معه بس ينتبهوا كتير أنه الطفل ذكي بدنا نعامله مش بطريقة غبية بطريقة ذكاء مثله لحتى نقدر نوصل لأحسن شيء بنقدر نوصل مع هيدا الطالب يعني the best version of himself أو herself فهون كتير بحب شدد على نقطة أنه الأهل يكتشفوا يراءبوا أولادهم أيضا قدم فيهم يقدروا يطلعوا على الإشارات والعالمات يلي هيدا الولد عم بيبدع فيها ويستخدم هيدا هيدا الشيء خضالي اليوم إذا نحن نتحدث عن التربية الخاصة أو الدامجة فأعتقد أن الفئة هذه فئة حساسة جدا لابد أن ناخذ أهمية كبيرة عند التعامل معها لكن يعني ممكن بعض الناس أو أولياء الأمور اللي أمهات يخافوا مثلا من إدماج أطفالهم اللي يحتاجون إلى تربية خاصة إلى مراكز للتعليم الخاص أو مراكز الدمج فكيف ممكن نحن نقدر نشجع أولياء الأمور على هذه الخطوة ونتدمج هؤلاء الأطفال أو الشباب في المجتمع أولا أهم شيء نفهم أنه الأولاد اللي بيتعايشوا مع بعض بمجتمع سليم صحي كل حدا فيه بيعطي نقاط الأول اللي عنده بيثبت نفسه بيكون شخصيته قوية قادر يكون يتخطى التحديات اللي بيواجهها هون بيقول للأهل أنه ما تخافوا أنه تدمجوا لاتكن كيف أنتو بتنظروا لأطفالكن النظرة هايدي هي هي انعكاس للمجتمع شو حيشوف ابنكن إذا أنتو كنتو كأهل خايفين أنه تدمجوا لاتكن بالمجتمع المجتمع لا حيكون انعكاس للكن وما حيتقبل الفروقات الفردية وما حيتقبل الناس اللي عندها صعوبات تعلمية بالعكس إذا أنا بدي أقول شيء للأهل بدي أسلحهم بالعلم وبيدي أقول ما يخافوا ما يستحوا من الحالة اللي ابنهم عندهم إياها من صعوبات تعلمية أو من الناس من أصحاب الهمم ما يخافوا من هيدا الشيء يدمجوهم بالمجتمع بطريقة بكل ثقة ينموا عند ابنهم شخصية القائد يلي يعرف كيف يثبت نفسه كيف يحكي كيف يحمي حاله من التنمر كيف يتخطى التحديات كيف ياخد القرارات بالأوضاع الصعبة كيف إذا حتى حتى يعيش طبيعي حتى يعيش طبيعي لأنه بالنهاية عندهم هني مش أقل مننا قوة أو قدرة هني أشخاص مميزين عندهم ميزة مطلوب نكتشف هيدا نقاط القوة اللي عندهم إياها ونستخدمها نحنا كتربويين وكأهل كنقطة بداية اللي نقدر نخليه يصير فرد يعني ناجح بالمجتمع بيأثر فيه نحو الأفضل وبيقدر يساعدنا نحنا كعائلة ويحصلنا من جودة حياتنا وكمان من مجتمعنا أستاذة زينب كباحثة بحقول التربية ذكرتي نقطة جدا مهمة واللي هي أن الطفل ينافس نفسه ويكون النسخة الأفضل من نفسه كيف من الممكن أن دون حاجة الوالدين للمقارنة حتى بين الأخوة لأن تأثيرها يعني سلبي لمحالة ولكن كيف من الممكن أن الطفل انشجعه أنه ينافس نفسه فقط أولا بدي ركز على الأشياء كتربوية أو كأم بالبيت كمربية أنه كيف نمي هيدا الشخصية عند القائد وكيف ابعد عن المثبتات يلي بتنزل من مستوى ذلك يعني أولا كيف اقرأ مع ابني كيف اهتم بصحته الجسدية والنفسية والصحية والاجتماعية كيف يكون بيعرف يحكي مع الآخرين كيف لما ما قارنه بحاله بشخص آخر أو بطفل آخر من أقرانه كيف بكون أنا عم بنصفه كيف بكون أنا عم بعطي هيدا الشخص النقاط الأول اللي حقيقة أو ركز على النقاط الأول اللي عنده لحتى أقدر أوصل لأحسن شيء ممكن أوصل معه فبالقراءة إذا أنا قرأت مع ابني هكون عم نمي عنده المغزون اللغوي فكون عم بأوي سأته بنفسه عم بيهتم فيه كمان من ناحية الصحة والأكل لأن الجسم السليم بتأثر الجسم السليم بيأثر على نمو القدرات العقلية والفكرية وكمان نحن كتربويين بنسعى دايما أنه ما نخلي أولادنا أكيد ياخدوا القصة من الراحة من النوم اللي بيحاجلة إلو بس كتربوية بشدد أنه يناموا بكير في المثل عنا بلبناني بيقول نام بكير وأم بكير تتشوف الصحة كيف بتصير وياخدوا القيلولة بنهار لحتى يتنشط ذهنن فدايما بركز بالبيت على القصص المتينة اللي بتطلع عندي شخصية قوية منها لرياضة مثلا تينفس الولد الطاقة السلبية ويكتسب بديله طاقة إيجابية مثل السباحة اللي اكتشفت الدراسات أنه بتأثر على المخ والدماغ ونمو الأعصاب فيه بطريقة سليمة وصحيحة تفضل اليوم إذا نحن أيضا مثل ما أنت تتفضلي عن الأطفال اللي يحتاجون تربية خاصة ممكن يكون معاي في البيت أطفال من الشخصيات الطبيعية فكيف نحن في البيت كأولياء أمور نقدر نفرق في التعامل ما بين الأطفال اللي يحتاجون تربية خاصة والأشخاص الطبيعيين الأشخاص اللي بحاجة لتربية خاصة أهم شيء إذا بدنا نعطيهم نحن كتربويين أو كأهل نعطيهم الحب والأمان والإحساس أنه نحن فعلا مأمني لهم هيدة البيئة الحاضنة شو يعني البيئة الحاضنة الإيجابية يعني إذا فشل الولد حتى لو هو قدراته أقل من القدرات خيه أو الأقران اللي بالمدرسة من باب الخوف أيضا يعني ممكن أنا أخاف عليه فيمكن أني أخليه في غرفة بروحة مراقبة أكثر فهل هذه الأشياء ممكن تعيق مسألة التربية الإبداعية اللي ممكن أطور فيه هيدا القصة اللي بابني عم كفي لك أنه بالفشل لابد منه لابد خبر الولد أنه أنا شخصيا فشلت قبل يمكن هلأ أنا عم بغلط وأكيد لح أغلط بالمستقبل الكمال لله وحده يعني بدي عرف ابني أنه ما تخاف من الفشل اللي يصير عندك القلق يلي بيخليك تنحط بمواقف ما تعرف تاخد القرارات السليمة الفشل أصلا هني عرفوا النجاح أحد العلماء عرف النجاح أنه هو محاولات فشلة لا وصل للنجاح هو محاولة النجاح أكيد بده يفشل أنا بدي شجعه أنه حتى لو فشلت وقعت بجورة ما تخاف قوم منه بطريقة أقوى بدي شجعه إذا أنت عم تلعب مع أقرانك أنت منك أقل منهم بالليفل ما تخاف من الآخرين من الاحتكاك معهم بالعكس حب هيدا الشي لأنه تبادل الأفكار والأراء مع الولاد بطريقة سليمة بتنمي كدراتنا نحن فكريا حتى يعني اكتشفت الدراسات أنه الإنسان اللي عنده صعوبات تعلمية إذا ما كان مستقل يعني إذا ما كان مستقل إذا كان بيعتمد على شخص أكبر منه بيكتئب نفسيا فأنا بدي وصله لدرجة أنه يكون هو سيد نفسه أنه هو يكون عنده القرار أنه هو يكون شخصية مستقلة أنه يعتمد على حاله يعرف كيف إذا فشل إمنا نهاية العالم إذا فشل أنا مش هدفي أنه يقيمون العالم على علاماتي ودرجاتي بالمدرسة كيف من الممكن أن نحن نهيئ هذه للأطفال بأن الفشل هي فعلا محاولة نجاح ونشجعهم بأن يعطون كل اللي قادرين عليه حتى وإن ما نجحوا نحن وياهم كأطفال أو كأطفالنا أو أعيالنا أوكي لما خسسهم كأم بالأمان اكتشفت الدراسة شغلة كتير حلوة أنه لما أعبط ولادي يعني حتى لو فشلوا بس لما حسسهم بهيدا الإحساس أنه أنا بحبكم واذر أنتوا نجحتوا أو واذر أنتوا فشلتوا نو متر وات هيدا الحب ما لح يختلف عندي فبدي عودهم على مبدأ أنه لما أعبطهم اكتشفت الدراسات أنه في بيناتنا بيصير فيه هيدا التواصل الجسدي بيأثر على نمو الدماغ بيصير الدماغ بينما بطريقة بيوصل مستوى ذكى الولد للأعلى فحقول أنا لأبني أنا متقبلتك مثل ما أنت enjoy the process don't worry about don't worry about أنه ما تقلق من الرحلة طالما أنت عم تستمتع بالتعلم بطريقة التعلم وعم تتمتع بهيدا التحليل بهيدا المكتسبات للمهارات اللي أنت عم تكتسبها أنا هيدا كل شيء بدي وأنا كأم more than satisfied أنك أنت تكون مبسوط وسعيد وناجح بالطريقة يلي هيكي تعطي الأمان يلي فعلا الأمهات والآباء يغيرون طريقة التفكير كانوا عندنا فوبيا من الرسوب ومن الكيكة الحمرة وكان في أطفال شوي حاولون أنه كيف من الممكن أن يغيرون الدرجات أنه نجحوا معنا راسبين في بعض الأحيان كان عندنا خوف من هذا الموضوع فعلا عن جد تضل اليوم إذا نحن تكلمنا عن الخوف وتكلمنا عن الارتباك أيضا العامل النفسي مهم جدا مروى صحيح لدى الطفل ولدى ولي الأمر فاليوم كيف ممكن أن أنا كولي أمر أحتاج الدعم الدعم النفسي والتوجيهي الاجتماعي فهل يعني ممكن الكثير من الناس يتشوف أنه غلط اليوم أن أتجه لمركز أو لمدرب أو لدكتور أو لأخصائي في التربية الخاصة وأخذ الدعم النفسي والتربوي في تربية الطفل ليحتاج تربية خاصة كثير مهم نعرف أنه الثقة بالنفس كيف نزرع الثقة بالنفس عند ولادنا والتربية والتعليم هو مش بس علم هو كمان فن فنحن بحاجة مرات أنه نلجأ للاختصاصيين يلي بيساعدونا على أنه يصلحو لنا أخطاءنا كأهل نحن كمانا كأهل ما كنت أنا شخصيا أعرف أنه 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 اهتم بنفسي جسديا عاطفيا حتى نفسيا أني يكون مبسوطة أنا ورفقاتي بالجو ببيتي ما أعمل هيدا السترس التنشن يلي لأ هلأ بدك تدرس في عنا هيدا الجدول الزمني وأنتم ملزمين أنه تعملوا هيدا السترس وهيدا البيئة يلي بتخلي الواحد ما يكون منتج يلي بتخلي الواحد ما يكون مرتاح لح نوصل لمرحلة نفوت بنفق أسود ونوصل لمرحلة وللأسف ما يكون في عنا بصيص أمل نحن بنسعى دايما كتربويين أنه ليش نلجأ للأشخاص حتى للبروفيسورز أو لكأهل كمانا للمستشارين لأنه بنعرف أنه ما حدا عند العلم بحر يعني ما حدا بيعرف كل شي هن دايما عندهم الأساليب الصحيحة مثل ما قلتلك الفن ليختاروا لنا شو المناسب لعيلتنا بالنكهة يلي بتناسب علاقتي أنا وزوجة هون كتير بحب دوي على نقطة أنه علاقة المرأة الزوج والزوجة كتير بتساعد أنه تطلع جو بيت حلو يعني هون نتذكر أنه نحن ما عم نشتغل ضد بعض نحن عم نشتغل مع بعض لمصلحة الولد نحن دايما بدنا نلاقي الحل الأمثل لكيف نخدم هيدا ابننا هون في نقطة أنه المعلم يعلم كما تعلم مثل ما أنا ربوني أجديدة ممكن نكون عم ربي أولادي وهيدا النقطة مش مزبوطة بهيدا الزمن التربية صارت أصعب لأن تغير الزمن نفاتة التكنولوجيا عليها هون بقول أنه بليز التقنين باستخدام وسائل وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية لأنه نفس الشي عم بتأثر عم بتأدي لتلف بالدماغ وبيأثر على مستوى الذكاء وبيأدي للخرف والإلزهايمر يعني على كبر بتأثر عليه هلأ بحياته بمرحلة الطفولة وعلى كبر نشوف كمان النتائج يعني على الصغر وعلى الكبر صحيح على الصغر وعلى كبر وكمان لما نقرأ لما نترك الولاد يقرأوا بالكتب ننتبه كثير منيح على المضمون والمحتوى يلي عم يقروا ونرائب أنه ما يكون فيه أشياء مخالفة لدينا مخالفة لشارعنا مخالفة لقيمنا ولا أسليف خاصة عن طريق الأيباد أيضا ولكن أستاذة زينب خبرنا أكثر عن نصايح للوالدين اللي تابعونا الآن عبر شاشة تلفزيون الفجيرة كيف من الممكن أن يكونون فعلا الوالدين ويسوون بيئة في هذا المنزل داعمة وأكيد يعني محفزة لهذا الطفل بويركشوب بقدوة خبرونا وقت حضرته خبرونا أنه نحن عم نهيئ الأطفال لمراحل أو لوظائف بعد من وجدت إلى الآن يعني بد الأهل يعرفوا أنه أنا حعطيك إكزامبل بحياتي بقصة لبنان الأوضاع الاقتصادية والسياسية كثير تأخرت يعني قبل كانوا الأهل كجاوبات ليش عم بقلك أنا بدنا نزرع بالأهل هيدا الشيء التفكير السائد الشائع نغيره لأن أول شيء كان يقولوا أنه أنا بدي عريس لأبني يكون يا محامي يا دكتور يا أما طبيب جراح يعني يا أما مهندس بس هلأ لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفكر تغير عندنا والفكر تغير وكل شيء بحياتنا ما بقى مثل الأول صارت صار الأهل كبرستيجيس يعني بيقولوا أنه يا رب يجي عريس لأبني عنده محطة وقود أو بيشتغل بالإصرافة قدما صارت هيدا القصص مهمة بحياتنا وعلى أرض الواقع تغيرت كتير أسس فنحن طريقة التفكير عندنا المايندسيت مطلوب تتغير لحتى نعرف أنه 80% من وصولنا لنجاحنا بشغلة هي لما نغير طريقة تفكيرنا و20% هي لما نكتسب المهارة الجديدة يعني إذا أنا كأم أو كتربوية بالبيت مطلوب أزرع بولادي أنه أهم شيء تغيره طريقة تفكيركم لأنه 80% إذا غيرتوا طريقة تفكيركم 80% بتوصلوا للنجاح والفلاح أنكم تأثروا بالآخرين تتركوا بصمتكم الخاصة فيكم وشو مواجهكم من تحديات أنه تسكي أنه ليس أخير من العالم أنا أقدر أقطعه وأمشي وبكل سلاسة وأوصل لبر الأمر يكون عندي طموح في هذا وأمل أيضاً ويعني أن نستنبض من هذا الكلام كله بأن الطفل مرحلة أو هو مرحلة عمرية ممكن من المهم جداً أن نحن نهتم فيها من صغرة إلى أن يكبر حتى لو كان يحتاج تعليم خاص أو كان طفل طبيعي أستاذ زينب آغا كل الشكر لك باحثة في حقول التربية الخاصة شكراً لألف عارف يعطيكم ألف عارف